اشتركوا في القناة يوم أربعة ديسمبر طبعا كثير من الأشخاص بيهولوا الموضوع وبكبروا الموضوع فإحنا منحب نشرحه بطريقة علمية بسيطة عشان الكل يعرف إيش هو الكسوف وشو تأثيراته وين بصير إيش تأثيره على الأبراج يعني نأخذ المام كامل بكل الأمور اللي بتتعلق في هذا الكسوف أو الخسوف أو أي حدث فلكي عشان هيك إذا بهمك الموضوع كمل معنا يا ريت ما تنسى تحط اللايك يعني على أساس أنه هيك تدعمني شوي تعليق كومنت أي إشي بدك إياه أنت حر فيه خلينا نشوف أول إشي شو يعني الكسوف يعني بمعنى آخر الكل بيحكي عن الكسوف عن الكسوف في ناس كثير ما بتعرف إيش هو الكسوف والخسوف وإيش تأثيراته كيف بصير وين بصير منع الأمور خلينا نشوف الشاشة أول إشي هيك طيب هذا أول شي إحنا رح نحكي عن هذا هذا اللي هو الخسوف خسوف القمر اللي مثل اللي صار قبل أسبوعين بتصير الأرض موجودة ما بين القمر وما بين الشمس فبيجي شعاع الشمس على الأرض فبيحجب إنه القمر فالقمر بدخل فيه المنطقة المظلمة اللي إحنا بنسميها هيك فبيختفي بيبلش من هاي المنطقة ويدخل خسوف جزئي بصير يختفي القمر بعدين بصير خسوف كلي بعدين بطلع القمر من هذا المكان هذا ما يسمى الخسوف الخسوف عادة بيشمل منطقة كاملة كنصف الكرة الأرضية أغلبهم بيكونوا شايفين هذا الخسوف على حسب مكان وقوعه الآن في الكسوف اللي رح يصير عشان هيك أنا حاطه على الشمال عشان يصير أوضح لعملية الشرح بيجي القمر بين الشمس وبين الأرض فهنا عملية الحجب اللي بتصير ما بتصير على كل الكرة الأرضية يعني بتيجي على منطقة جزئية بتنشأ يعني الشمس هنا بتختفي عن جزء بسيط من الكرة الأرضية هاي المنطقة اللي انتو شايفينها هيك هاي بصير فيها الكسوف الجزئي يعني هاي المنطقة هنا جزئي هنا جزئي هنا ما بيشوف الكسوف المنطقة الوسط هاي المظلمة نقطة بسيطة جدا يعني بتكون ميال معينة هي اللي بيكون فيها اختفاء كامل لقرص الشمس عادة إذا كان القمر أبعد عن الأرض بصير اللي هو الكسوف الحلقي يعني بتبلش الشمس بتبين زي حلقة نارية متوهجة إذا كان أقرب بيختفي بالكامل على مسافة أبعد المرة هاي كسوف كلي يعني بدو يختفي قرص الشمس بالكامل عن هاي المنطقة اللي هي المنطقة الصغيرة طبعا مش هاي الخارطة الفلكية احنا الخارطة الفلكية راح نروح لها خلينا نشوف صورة ثانية شوفوا هاي أوضح شوي هيك عشان يتحدد يتحدد أنه كيف الخط اللي هي خط الشعاع من الطرف للطرف يجو على طرف القمر من الجزئين بعدين بيمتد هاي المنطقة الصغيرة اللي في هاي المنطقة هي الكسوف الكل اللي بيصير عليها هاي المنطقة كاملة بصير فيها كسوف جزئي طبعا في ناس بقول لك يعني أنه إيش تنبأ للكسوف والكسوف ومش عارف إيش وهذا وببلش يورجيكوا أنه الشغلة يعني صعبة الحسابات وهذا هي أمور محسوبة وجاهزة طلعوا هاي الصورة حبيت أني أجملكوا إياها من الموقع اللي هو موقع ناسا لأنه أنا بحب دائما من موقع ناسا أجيب المعلومات اللي زي هيك هذا ببين عليه في كل الأماكن اللي راح يصير فيها الكسوف من 2001 و21 لغاية الـ 2040 شايفين كل خط هات هيك هذا بيدل على منطقة كسوف راح يأثر عليها اللون الأزرق هذا اللي هو الكسوف الكل اللون الأحمر اللي هو الكسوف الحلقي فبيجي ما بيجي بضرب منطقة كاملة وبيقول لك الأرض والدمار والخراب والمش عارف إيش لا الآن 2021 هاي 4 ديسمبر 2021 منيجي على القطب الجنوبي تحت منلاقي أنه الامتداد تبعه جاي على شكل حرف اليو هاي المنطقة اللي باللون الأزرق هي الوحيدة اللي راح يشوفوا فيها الكسوف الكلي يعني بيختفي قرص الشمس بالكامل عن هاي المنطقة الآن المناطق المحيطة هاي هيك من هاي المنطقة هيك ولا منطقة الشمال اللي هي بتدخل على روسيا وهاي المناطق مناطق جنوب أمريكا والبرازيل المناطق إفريقيا من تحت هاي كلها كسوف جزئية هاي اللي بكون في المنطقة هاي حتى شوفوا هاي كسوف جزئي ما بيشوفوا كله الكسوف الكل اللي بنشاف بالمنطقة هاي فقط لا غير لو اجينا على موقع ناسا على الصورة الثانية منلاقي انه هم مشارحينها انه بيجي هو من منطقة بي ون هاي لغاية منطقة بي فور هاي المنطقة هيك كاملة هاي المنطقة اللي رح يكون فيها اللي هي الضلال الكسوف من بدايته لنهايته المنطقة اللي باللون الأزرق هاي كسوف كلي بعدين هاي المنطقة المضلة لهيك كاملة اللي بتيجي هاي على جنوب أمريكا أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية وجزء من المناطق اللي أطراف من أستراليا وأجزاء من هاي المناطق هي اللي بصير فيها الكسوف الجزئي ولكن الكسوف الكلي كله في المنطقة هاي طيب هنا حبينا نوضح هاي النقطة ونشرحها على أساس أنه الكل يكون نفاهم شو يعني كسوف وشو درجة الكسوف ووين بدها تيجي طبعا الكسوف رح يكون خلينا نروح على برنامجنا للمعتادين نحن نشتغل عليه عشان أش فتح لكم إياه نشرح عنه بشكل أوفة أول شي خليني أزيحها على جانب هيك نأخذ هيك هذا موقع اللي هو برنامج زيت اللي أنا بحب أشتغل عليه بعطيني يعني هو سهل التعامل منلاقي أنه يوم الكسوف اللي رح يصير اللي هو يوم أربعة اتناعش صباحا أنه جاي الشمس والقمر على درجة ثلاثتاش الدرجة ثلاثتاش من برج القوس بيصيروا في حالة اقتران والاقتران أنهم على نفس النقطة تعني ولادة الهلال أو بداية ولادة الهلال ولكن هنا بتيجي هي مرحلة الكسوف اللي بيختفي فيها قرص الشمس هذا واحد اتنين هذا الكسوف لو إجينا على الخارطة وسحبنا هذا البرنامج شو بقولنا عن الكسوف بقول إنه كسوف كلي يوم اربعة اتناش بيبدأ الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة وهو الكسوف الجزئي عند هاي الساعة عند الساعة سبعة بيبدأ الكسوف الكلي يعني سبعة للسبعة وثلاثة وثلاثين بصير أعظم كسوف طبعا كله بتوقيت جرينيش سبعة ثلاثة وثلاثين بتوقيت جرينيش بصير أعظم كسوف اللي هو بتغطى برص الشمس بالكامل بعدين برجع ثمانية وست دقائق وخمسة وعشرين برجع بصير شوي أنه بلش يصير أفتح اللون وبعدين بصير جزئي بعدين من تسعة وسبعة وثلاثين ينتهي هذا الكسوف ماشي طيب خلينا نشوف بالنسبة للخارطة هاي الخارطة الخارطة فمنلاقي أنه المنطقة هاي اللي باللون الأحمر هاي المنطقة هي المنطقة اللي رح يصير فيها الكسوف فلو يجينا طلعنا قبل ما أكبر عليها شوي هيك خليني أعطي تكبير درجتين بنلاقي أنه هاي المنطقة هيك هي من الكسوف ولكن هاي كلها كسوف جزئي هاي المنطقة هيك كسوف جزئي بعدين بيجي هاي منطقة هيك كسوف كلي اللي هو حرف اليول اللي احنا شفناه على الخارطة هاي وهيك بعدين بروح على المنطقة هاي والمنطقة هاي جزئي المنطقة اللي زي ما حكينا من سنتياقو وال المناطق اللي من البرازيل وهدولاء فهو رح يشوف مش رح يشوفوه بالكامل لأنه لسه بتكون عندهم هاي ظلال الليل وهاي ظلال النهار فهم ما رح يشوفوا في المنطقة هاي إلا جزء بسيط يعني المنطقة هاي والجزيرة هاي هم اللي رح ينتبهوا إنه يشوفوا جزء بسيط من الشمس اختفى مناطق افريقيا هاي المناطق بالكامل رح يتشوف إنه هو كسوف جزئي ولكن المنطقة الجنوبية هاي اللي هو شو اللهم صلع على محمد المحمد اللي هو القطب الجنوبي منطقة القطب الجنوبي هي المنطقة اللي رح يبين فيها بالكامل منطقة اللي هي تركيز الكسوف عليها يعني حبيت إني أنا أوضحها من خلال البرنامج على أساس إنه تعرفوا إحنا كيف منوصل للحسابات أو بنعرف عن الحسابات هاي فنيجي منقول مثلا إنه مننا نلاقي إنه طيب الكسوف والخسوف هم آيتين عظيمتين وذكرهم رسول الله سلام الله عليه وعلى آله إنه قال آيتين عظيمتين مش لموت ملك ولا لأي شيء هي أحداث وعظم الكسوف والخسوف إنه من خلاله إحنا منحدد الأشهر العربية في هذا الاقتران مثلا منحدد شهر جماد الأول لعام ألف واربعمية وثلاثة واربعين هجريا لأنه أجل الكسوف في البداية في أوسطه بعدين الاقتران لشهر جماد فحدد الشهرين فهيك بنرجع كل ما مثلا لرؤيته خربطوا يوم أو نقصوا يوم زادوا يوم برجع الكسوف بعدل هاي النقطة وبيخليهم يحسبوا من أول وجديد وهذا الكسوف حكينا أنه جنوب استراليا جنوب قارة أفريقيا جنوب أمريكا الجنوبية المحيط الأطلنطي المحيط الهندي القارة القطبية الجنوبية هم هدولا اللي رح يشوفوا الكسوف فقط لا غير لا الأردن ولا الشرق الأوسط ولا العراق ولا إلها تأثيراتها هاي كلها المنطقة اللي رح يغطي فيها الكسوف هي 419 كيلو متر دائري محيط زي ما شفنا على دائرة قرص اللي في الصورة إنه بس دائرة هي محيطها 419 كيلو متر فقط لا غير مدة الكسوف رح تكون دقيقة واربعة وخمسين ثانية اللي هو كسوف كامل مكتمل ما رح هي المدة الكاملة اللي بيظلم فيها نور الشمس طبعا ليش مش حلقي ليش مكتمل لأنه القمر رح يغطي تقريبا 103.7% من قرص الشمس فعشان هيك رح يغطيها بالكامل فهنا لا هو هجين يعني لا كسوف هجين طبعا في السنوات القادمة ما فيه كسوف هجين الكسوف الهجين اللي هو بيدرج من كسوف حلقي بعدين برجع للكسوف المكتمل بعدين برجع كسوف حلقي فهذا بسموه كسوف هجين الكسوف الحلقي اللي هو بكون فيه زي حلقة النار موجودة لأنه ما بتغطى بالكامل فبيبين تغطاية القمر زي ما مرة وصفتها بدائرتين فبتبين وبتصير الدائرة الأخرى حواليها زي الرينج أو زي الخاتم بتغطي هاي المنطقة فبيصير زي شعاع حوالين الكسوف هذا بسموه الحلقي والمكتمل اللي بيختفي القرص بالكامل وهذا يعتبر الكسوف الأخير فيه كسوف طبعا كل سنة بيصير كسوفين وخسوفين فيه سنوات بيصير لا بداية السنة مثلا بيجي كسوف بعدين كسوفين بيصير ثلاثة وخسوفين أو العكس ثلاثة خسوفات وكسوفين يعني كل سنة بيصير هذا الحدث مش انه شيء واو مرعب وانه بيستمر لسنوات وبيستمر سنة وست شهور ومش عارف ايش الكسوف تأثيراته هي ثلاثة أيام قبل ثلاثة أيام بعد ما في أي يعني هي التحذيرات انه بس ثلاثة أيام قبل وثلاثة أيام بعد فقط لا غير طيب الآن ايش التأثيرات بالنسبة لنا احنا يعني شو بيفيدنا كأشخاص شو بيفيدنا شو تأثيره علينا كبشر اول اشي كسوف الشمس وخسوف القمر هم أمرين سلبيات في هاي الفترة بنشعر بنوع من الضغط بنال من قوتنا من صحتنا بنفقد سيطرها على عواطفنا في أثناء الكسوف بنلاقي انه ما في توازن ما في تركيز حتى الحيوانات نفس الشيء بيفقدوا البوصلة تبعتهم بصير في نوع من أنواع البلبلة اكثر من المعتاد عند وقوع الكسوف في فضل الامتناع عن اتخاذ قرارات هامة او الابتعاد عن اي التزام والامتناع عن شراء حاجيات ثمينة بتصبح هاي الفترة اكثر من قد تصير فيها اكثر عرضة للامراض عشان هيك يا نتجنب العمليات الجراحية في يوم الكسوف ويوم قبل ويوم بعد يعني يوم ثلاثة اربعة خمسة هدولا نتجنب العمليات الجراحية فيها والمباريات والمنافسات والتحديات والاشياء هاي التأثير السلبي تلقائيا ثلاثة ايام بيكون انتهى يعني بيخف تأثيره فيه اشخاص بقولك لا بيظل بعض التأثيرات لسة شهور انا مش مع هذا الموضوع نهائيا اثناء الخسوف واثناء الكسوف بيصير في حالة في الجو اللي هي عدم الاستقرار بعد مرات بيصير منخفضات بيصير امطار بيصير رياح بيصير حرارة زيادة بتكتم الجو هيك منشعر انه الجو صار مش مريح في اي كسوف او خسوف على حسب الموسم منشعر بهاي الامور طيب ايش تأثيراته على الابراج الان هو بما انه بدي يكون في برج القوس معناته موليد برج القوس هم اكثر المتأثرين وخصوصا اللي هم اللي بيجوا على الدرجة ثلتة عش زي ما حكينا اللي هي او بين اتناعش وبين ثلتة عش اتناعش واثنين وعشرين درجة هم اكثر المتضررين اللي هم موليد يوم واحد ويوم اثنين من شهر ديسمبر من اي سنة اللي كان طالعهم على هاي درجة او اللي برجهم يوم واحد او اثنين اتناعش ديسمبر هم اكثر المتأثرين بهذا الكسوف من بين كل الابراج كاكثرهم ولكن بالنسبة للابراج الاخرى طبعا على حسب مكانها بالنسبة لكل برج خلينا نذكرهم برج وطالع يعني منذكر برجك طالعك بعدين منحكي برج الحمل واللي طالعهم حمل بما انه البيت التاسع لألهم في امور الامتحانات الجامعية السفر البعيد الاتصالات البعيدة الشؤون القضائية هاي اكثر الامور اللي بدهم ينتبهوا لها ويركزوا عليها بشكل جيد يحذروا اثناء تناقلاتهم اتصالاتهم العصبية عدم التركيز هاي الامور اللي عندهم امتحانات جامعية برضو بدهم ينتبهوا بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم ثور الاموال المشتركة لانه البيت الثامن لالهم كل اموال ما بتعود اليك لحالك يعني في معك شريك فيها ان كان الزوج او البنك او ديون او شراكة مثلا شريك انت واشخاص بهاي الاموال تركة ميراث ممكن يصير عليها خلافات بالفترة هاي بدكوا تنتبهوا موليد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء بالشراكة الشراكة المالية والعاطفية يعني مع الازواج مع الاشخاص اللي مكتوب كتابهم شركاء العمل ينتبهوا من سوء تفاهم او حدية بالطباع مشاكل خلافات هاي النقاط اللي بدهم ينتبهوا لها موليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان الصحة والعمل لانه هذا بيت الصحة والعمل اللي لهم فبدهم ينتبهوا على صحتهم اكثر ممكن يشعروا اكثر من غيرهم بنوع من التواعوكات او عدم الراحة يعني يكون صحتهم بدها نوع من انواع الاهتمام والعمل مشاكل مع زملائهم او رؤساهم بالعمل عمالهم تتأخر ما يقدر ينجزوها بالكامل برضو بدهم ينتبهوا من هاي النقطة او انهم ما يركزوش في عمالهم بالنسبة لموليد برج الاسد واللي طالعهم اسد طبعا بتتركز على البيت الخامس اللي هي العلاقة بالابناء بالاحبة باحد الوالدين ممكن سوء تفاهم محاولة السيطرة فرض الرأي هاي النقطة بدكوا تنتبهوا منها تماما بالفترة هاي تمسكوا عصابكوا ما في داعي للتحكم او فرض السلطة او حتى اللي هو سوء التفاهم بمعنى اخر اما بالنسبة لموليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء فهو البيت يعني هذا بيت البيت بيت العائلة فالمشاكل بتصير على مستوى العقارات على السكن العلاقات العائلية علاقاتهم بأحد الوالدين ممكن حدث معين عائل يصير فهذا الاشي بدهم يضبطوا عصابهم بالأعطال بالمشاكل بالمناسبات يعني بكل الامور اللي بتتعلق في البيت اما بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان بما انه البيت الثالث فهنا على السفر القصير ما بين المحافظات او بين المدن الاتصالات بانواعها عطل هاتف سيارة الكترونيات العلاقة مع الاخوة مع الجيران الامتحانات المدارس طلاب المدارس بدهم ينتبهوا بشكل كبير حاولوا انه اتمسكوا عصابكم ما في دعي للانفعال والعصبية والتوتر يعني ضبط العصاب مطلوب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا البيت الثاني لا لهم فهو بيركز على الوضع المالي يعني الامور المالية ديروا بالكم على اموالكم من السرقة والضياع حب الاسراف ضياع الاموال النصابين المحتالين ما توقعوا على اوراق رسمية لها علاقة بامور الامور المالية بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا هم اكثر المتضررين بدهم يحافظوا على سمعتهم على مصالحهم على ردات فعلهم على انفعلاتهم على قراراتهم بالفترة يعني ما يتخذوا اي قرار خلال فترة اللي هي الاسبوع هذا اللي هو ما قبل يوم اربعة وما بعد يوم اربعة ثلاث ايام بثلاث ايام يحاولوا ما يتخذوا قرارات حاسمة وفيصلية في حياتهم بدهم يراجعوا حالهم يركزوا بشكل جيد لانه قراراتهم بتكون شوية مشوشة موليد برج الجدي طبعا بالنسبة لهم يعتبر بيت المتاعب فعشان هيك بدهم يحذروا من اشخاص يتآمروا عليهم من وراء الكواليس يديروا بالهم اثناء تعاملهم مع المؤسسات الكبيرة مثل المستشفيات او السجون او لهم اشخاص في هاي المؤسسات او مع شخصيات كبيرة برضو ما مننصح اي واحد من موليد برج الجدي انه يخوض باي امور من الغيبيات او الروحانيات بالفترة هاي لانه هم اكثر الناس الحساسين لهاي الامور بالنسبة لما موليد برج الدلو طبعا واللي طالعهم دلو بدهم يديروا بالهم اثناء النشاطات الاجتماعية واثناء تعاملهم مع اصدقائهم خلافات سوء تفاهم ممكن يحاولوا فرض سلطتهم او سيطرتهم على الاصدقاء يخسروا اصدقائهم او تنتهي علاقتهم ما بينهم وبين اصدقائهم بشكل مفاجئ عشان هيك ضبط داعي لا الانفعالات ولا لا اتخاذ القرارات بالنسبة لما موليد برج الحوت واللي طالعهم حوت هنا هدولا من قلهم هذا بيت السمع لهم بدهم يحافظوا على سمعتهم قدر الامكان علاقاتهم بالعمل مع رؤسائهم بالعمل بدهم يضبطوا عصابهم العلاقات مع المسؤولين عنهم شخصيات مهمة او شخصيات كبيرة او شخصيات مرموقة ما يدخلوا اصحاب المناصب بمعنى اخر يعني يحاولوا برضو انهم ما يتغيبوا عن اعمالهم ويحافظوا على سمعتهم بدون مجازفة او مغامرة بالفترة القادمة هيك بنكون تقريبا المينا بكل المعلومات اللي بتتعلق بالكسوف ارجو انه اكون وصلت المعلومة للجميع بشكل مبسط علمي بدون ما نهور الموضوع ولا نكبر الموضوع لانه ما فيه اساسا غير اللي احنا ذكرناه اه يا ريت ما تنسوا دعم الحلقة اذا عجبتكم حطوا لايك ما عجبتكم حطوا ديس لايك وعملوا البلوك وسبوا عليه عادي جدا عجبتكم دعاء منكم للي شكرا للكم وبرك الله فيكم و جزاكم الله كل خير هيك منكون انتهينا من حلقتنا عن كسوف الشمس الاخير والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر